موسيقى موسيقى من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورحمة الله وصلنا الى المحاضرة رقم 13 في الاسبوع السابع من المساق ضد الجودة وكنا قد اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن البيانات الاضاحية التي توضع على عبوات الاغذية ذكرنا منها رقم 1 اسم المادة الهدائية قائمة المكونات الوزن الصافي اسم المنتج وعنوانه بلد المنشأ او بلد الانتاج رقم دفعة الانتاج وصلنا الى التاريخ الصلاحية وظروف التخزين ان شاء الله سنتكلم اليوم عن تاريخ الصلاحية وظروف التخزين تعلمات الاستخدام قيمة ردائية ودرجة الجودة علامات الترميز وعن مصطلح حلال ان شاء الله في هذه المحاضرة نستطيع ان نجمل لهذه البنود اذا تاريخ الصلاحية وظروف التخزين مهم جدا للمستهلك وللمنتج وللمراقب الجهة الحكومية المراقبة ان يتعرف على تاريخ الصلاحية المادة الاغذائية وعلى ظروف تخزينها اذا تاريخ صلاحية هو تاريخ انتهاء ضمان التسويق ويعلن عنه لانه الوسيلة الوحيدة امام المستهلك العادي لتفرق بين غذاء الصالح وغير صالح للمنسبة لغذاء المستهلك العادي لانه ما عندهوش خبرة انه يفحص جودة المادة الغذائية حتى انه هو يطمئنه ان الغذاء امن طيب احنا كآآ ندرس مصاق ضبط الجودة انه انتكلمنا عن الجودة وتكلمنا عن آآ انواعها وفروحها لكن الان بنا نتكلم عن حاجة بتهم المستهلك وبتمس يعني آآ حياتنا اليومية بنتعامل مع آآ منتجات غذائية كل منتج غذائي بكون عليه تاريخ صراحية وفي بعض المنتجات بكونش عليها تاريخ صراحية هنعرف السبب يجب ان يعلن في بطاقة ببيان العبوات الغذائية تاريخ صراحية على النحو التالي يعلن عن تاريخ الحد الأدنى لفترة الصراحية واحنا يا جماعة بنقول انه فترة الصراحية ما هواش قرآن يعني ممكن المادة الغذائية تكون صالحة بعد انتهاء فترة الصراحية وممكن تفسد قبل انتهاء فترة الصراحية اللي بيحدد الصراحية هي جودة المادة الغذائية من ناحية القيمة الغذائية من ناحية الصفات الحسية صفات الفسدة او غير فاسدة لكن موضوع انتهاء تاريخ الصراحية نحن نتعامل معها علشان نتجنب الأخطار اللي ممكن تنشع الاحتمال هذه الأخطار ممكن تنشع عن انتهاء فترة الصراحية كيف بتحدد تاريخ الصراحية قبل ما نخوض في موضوع كيف بنكتب تاريخ الصراحية ببساطة ببساطة يعني انا لو بدي اعمل تاريخ صراحية لمنتج جديد عندي بعمل تجربة وبحط عينة من هذه المادة الغذائية بحط عينة منها في الجو التخزين في التلاجة وبحط عينة في جو تخزيني جو الغرفة العادي وبحط عينة في الشمس برا الغرفة يعني يعني ثلاث عينات واحدة في التلاجة واحدة برا التلاجة بس في نفس الغرفة واحدة برا الغرفة وبقى اشوف التغييرات اللي بتطرق على هذه المادة الغذائية وبعد قديش بتبدأ التغييرات تظهر انها فسدك يعني مثلا تفسد بعد اسبوع بقول تاريخ صراحيتها اسبوع واحدة لو في التلاجة. لو انا بدي اقول ان هذه المادة الغذائية تحفظ rancher وت quase الفسد في التلاجة وب instان سيود فسدت في عينة او لو بدي اقول انها بدي احطener في الظروف التخزين العادي كبير egy الغرفة بتفسد بعد كذا يوم في جو غرفة بتفسد att when I got thisaire �리 بعد decided before I got this كيف يعلن عن تاريخ الصلاحية؟ هناك أكثر من طريقة يتألف التاريخ الصلاحية على الأقل من اليوم والشهر والسنة في بعض المنتجات اللي بيكون الحد الأبنى لفترة صلاحية أقل من تشهر إذا كان فترة صلاحية للمنتج الغدالي أقل من ثلاث شهر فبيكون لازم على المنتج أو على المصنع أن يكتب تاريخ الصلاحية باليوم وبالشهر وبالسنة لو كان تاريخ الصلاحية أكثر من ثلاث شهور بيكتب التاريخ الصلاحية بالشهر والسنة يعني ممكن لو كان صلاحيتها ست شهور زي مثلا الشبس بيكتب تاريخ الصلاحية بالشهر والسنة يعني بيكتب شهر ستة الفين وعشرين ويحنا بكتب تحت هذا التاريخ صلاحيتها ست شهور من تاريخ الإنتاج هو الأفضل أنه يكتب تاريخ الصلاحية يعني هو بيكتب تاريخ الإنتاج علشان ما يخسرش طباعة كتير لأنه هو بيودي بطاقة البيان عند المطبعة والمطبعة بتطبع له فإذا طبع كميات كبيرة بياخد سعر أقل وإذا طبع كميات صغيرة حياخد سعر المطبعة ستأخذ أكثر منه في السعر فهو إيش بيعمل؟ بكتب على الكياس قبل ما يعبيها طبعا بكتب على الكياس أنه تاريخ صلاحية 6 شهور من تاريخ الإنتاج في هذه العبارة بيضل عليه وهو في المصنع بمجرد يوم اللي بعبي فيه بكتب تاريخ الإنتاج يوم اللي عبه فيه بيصير أنه العبوة تستمر عنده فترة طويلة نشوف صور بيكتب على النهارة تاريخ الإنتاج هذا الصراحية أي هنا تاريخ الصراحية أشوف يعني نحن كمراقب أو مستهرك بدور على تاريخ الصراحية ممكن يكون هنا في الجنب السفلي من المدردائية ممكن يكون في وسط المدردائية ممكن يكون في نهاية المدردائية لو كانت كيس فتحت ممكن يكون على الغطأ لو كانت في معلبات نشوف هنا انا في المعلبات هاي هنا تاريخ الصلاحية ارقام مطبوعة بالختم نسموها الختامة هي عبارة عن حبر مرشوش رش بست بفور اربعتاش تمانية الفين وسبعتاش هي مكتوبة على الرطة العلبة هاي لو انا بدي اورجيك هاي مثلا هذا على المنتج الحليب هاي تاريخ الانتاج اثنين الفين واربعتاش نشوف منتج اخر هاي مثلا هاي هذه الدواء هاي منفاكترينج ديت تسعة سبعة الفين واربعتاش اكسباير ديت يعني انتهاء الصلاحية تمانية سبعة الفين وستة عشر اذا بالانجليزي احنا بالعربة بنعرف تاريخ الانتاج تاريخ الانتهاء بالانجليزي منفاكترينج ديت تاريخ الانتاج واكسباير ديت اللي تحته انتاج فوق بنكتب والانتهاء تحت هاي عبوة تانية عبوة الدواء برضو الاكسباير ديت هاي مكتوب تحت تسعة الفين و تسعة تحطا عشر هاي هاي طريق منتج فيه هنا نشوف منتج اخر هاي عبوة اللبن هاي عبوة اللبن شوف تاريخ الانتاج هاي بالحبر المرشوش البروداكشن ديت هدا هو تسعة و هنا التاريخ الانتهاء من مكتوب بالساعة تاريخ الانتاج تاريخ الانتاج هاي الساعة 11 مبطين 56 هاي ساعة الانتاج وهنا تاريخ الانتاج هاي هاي الصورة اوضح هاي الاكس باير ديت مكتوب صفر اتنين يعني اه اتنين من الشهر العاشر اتنين عشرة 2016 ملاحظين مكتوبة ارقام انا بالعام اتعمدت اني اورجيك اكتر من منتج علشان تشوفوا تاريخ الانتاج منكتب اكتر من طريقة يعني هنا في فاصلة ما بين هنا لو رجعنا هنا في فواصل في سلاش ما بين تاريخ الانتاج باليوم والشهر والسنة هنا في تاريخ الانتاج مكتوب بالشهر والسنة سفر تسعة يعني شهر تسعة سنة الالفين وتسعة عشر هنا تاريخ الانتاج مكتوب بدون فواصل شوفوا هنا تاريخ الانتهاء مكتوب بدون فواصل سفر اتنين عشرة ستة عش يعني اتنين عشرة الفين وستة عش تاريخ الانتهاء اكسباير اي اكس بي يعني اكسباير ديت هنا تاريخ الانتاج بده شوية الواحد يقرأه بشكل يعني خلينا بس اكبر هادا الصورة كبرنا الصورة نشوف نقرأ نحاول نقرأ تاريخ الانتاج في هادا المنتج هاي هنا مكتوب سب سب يعني سبتمبر شهر تسعة وبعدين صفر تسعة ومكتوب بي اتنين معناته انه اه شهر تسعة الفين و تسعة وهنا اه هادا زي ما قلنا الساعة 11 وستة بخمسين دقيقة وهنا ستة وعشرين تمانمية وخمسة وسبعين اه هادا يعني قد يكون رقم اللوت نمبر انا مش عارف طيب نشوف الصورة الثانية لتاريخ الانتاج هاي هنا هاي هنا نشوف هاي هنا برضو بالحبر بطريقة الرشق مكتوب بتاريخ صراحية المنتج وهنا هاي هادا اوضح مانوفاكتورم ديت اربعة تسعة 2014 و اكس باير ديت تاريخ الانتهاء اربعة تسعة سبعة عشر يعني 2017 هاي هنا العبوات تبعي هاي بنشوفها كتير هاي اللي يعني مطبوعة بأحرف كتيرة وكلمات آسف أحرف وأرقام بدنا نحاول نقرأها هنا صفر تسعة خمسة وتلاتين صفر اثنين بعدين شرطة صفر واحد تسعة واحد صفر تسعة اثنين ومكتوب تحت بي 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 يعني بست بفور يعني تستهلك قبل أو يفضل استهلاكها قبل وهنا م اي ال م مانوفاكترينج مانوفاكترينج يعني صنعت أو انتاج اه اثنين صفر واحد خمسة اثنين 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 يعني ممكن اقرأها اه اه اثنين واحد الفين وخمسة مثلا اثنين واحد سنة الالفين وخمسة مسحف Spider وهنا هنا هنا فيه ارقام 805 هنا في 12002 هذه ارقام حيث نسميها رقم التشغيلة وهي رقم Lot Number نشوف منتجات أخرى عليها التاريخ الصراحية أنا جبت هنا أرجيكم منتج مكتوب عليه بالعبري لأنه موجودة في الأسواق حتى لو أنا شفتها سأكون بعرف كيف أقرأها هنا أكتب العبري كنفين كنفين كابوة جنحان دجاج أو تستخدم تاريخ هذا التاريخ 24-6-2020 وللاستخدام حتى هذه الأحرف بالعبري لا أريد أن أعرفكم ولكن حتى لو شفتها كصورة كرموز يعني كشكل الحروف أعرف أن هذه الاستخدام معناها الاستخدام حتى 24-6-2021 هنا نشكل الوزن هذا وزنها واحد كيلو فاصلة سبعة وهنا بتتخزن على درجة ناقص 18 مئوي وهذا البر كود سنأخذه إن شاء الله في المحاضرة القادمة نشوف كمان انتهاء الصلاحية بنكتب اذا بنكتب في أشكال كثيرة وفي أماكن كثيرة ماشي ماشي موجود هنا هيك لا شيء موش عاد هنا بنكتب تاريخ الانتاج وهنا تاريخ اليوم وهنا الشهر وهنا السنة طيب هنا نشوف اشكال هاي كمان هذا شكل اخر هذا شكل اخر لتاريخ الانتاج مكتوب بس الحرف الاول بي بروداكشن تاريخ الانتاج والإي اكسباير تاريخ الانتهاء شوف اذا في كمان هاي كمان منتج بزيزة المية 13 10 15 2015 وهذه 12 10 2016 انتهاء بعد سنة وهنا الرقم هذا بيدل على الساعة اللي انتجت فيها 23 20 نغطين 07 يعني الساعة 11 و7 دقايق بالليل الساعة 11 بالليل وهنا البرودكشن 422 السي 2 422 رقم اللي هو علاقة برقم الانتاج في المصنع 5 اذا في اشكال نكتفي بهذا القدر من اشكال تاريخ الانتاج نرجع على الكتاب تبعنا تمام اذا الشكل قد يكتب اليوم والشهر والسنة وقد يكتب بالشهر والسنة اذا كان تاريخ الانتهاء اكثر من ثلاث شهور فترة صحيته اكثر من ثلاث شهور هنا في ملاحظة بيقول اذا كان الانتاج في شهر ديسمبر يكتب يكتف أو يكفى يكتفى بتوضيح السنة يعني يعني نهاية السنة يعني طيب توضع قبل التاريخ عبارة اكثر من عبارة ممكن يكتب من الافضل استخدامها قبل وممكن طبعا التاريخ يعني جنبها ممكن من الافضل استخدامها قبل نهاية السنة او نهاية الشهر الحالة الرابعة يعلن عن اليوم والشهر والسنة بارقام واضحة بهذا الترتيب اللي هو ايش اليوم والشهر والسنة البند الخامس من الشروط لكتابة تاريخ الانتهاء لا يكون من اللازم ذكر التاريخ في الحالات الآتية في بعض المواد الربائية مش ضروري أذكر تاريخ الانتهاء زي الخضار والفوقات الطازجة لأن أصر مستهلك لما بتدبل مش هياخدها النبيذ بأنواع المشروبات الكحولية المتجات المخابز والحلويات التي يستهلك خلال 24 ساعة من إنتاجها مش ضروري أكتب تاريخ الصراحية يعني الخبز مبنكتبش على التاريخ الصراحية الخل مبنكتبش عليه تاريخ الصراحية الخل والملح والسكر ليش مبنكتبش عليهم تاريخ الصراحية لأنهم مواد ما بتفسد إلا إذا إجا عليها رطوبة فهي مبتفسدش تجهات الحلوة تكون مواد سكرية مضاف عليها مكسبات لون أو نكهة برضو لا تكتب عليها الصراحية الصراحية والليبان اللي حنقول عنه الليدن يعني نكتبش عليه لانها ما بتفسدش طبعا الماذق دائية اللي بحددها على بطاقة البيان بحدد يعلن على بطاقة البيان بالاضافة للتاريخ الصراحية في حاجة اسمها شروط التخزين اذا كان التاريخ الصراحية يعتبد على هذا الشروط يعني انا بنلاقي على مثلا عقوة اللبن انه صالحة لمدة شهر بشرط حفظها في التبريد او في التلاجة مش تقول انا يعني يجي واحد مستهلك مستهتر يقول انا حط فترة الصراحية ما قاعدتش صاه الجنز ما هو مكتوب عليها ليش انت حطيتها في التلاجة يقول انا ما قاعدتش في التلاجة طيب تعليمات الاستخدام في بعض المنتجات بدها ينكتب عليها تعليمات الاستخدام زي مثلا مع كارونا بكون مكتوب على العقوة تجهز بطريق كذا تقضع في الماء الساخن وتقدم كذا الكولة مثلا او المشروبات الغازية تقدم باردة او في بعض العصائر يجب رجها قبل الاستعمال مثلا عجينة الساموسك تحفظ في كذا وتعمل بطريقة كذا هذه تعليمات استخدام مكتوبها المنتج او المصنع حتى المستهلك يحصل على افضل طعم او افضل نكهة او افضل يعني افضل بشكل جودة افضل يعني في الاغذية المعاملة بالاشعاع في بعض المنتجات الغذائية الحمد لله انها معاملة هذه المعاملة بالاشعاع من باب يعني عدم غش المستهلك لانه في بعض المستهلك يقول انا ما بديش هذا الاشي في بعض المستهلكين بفضلها يجب عند استخدام منتج معامل بالاشعاع كمكون في غذاء اخر ان يعلن عن ذلك في قائمة المكونات وهذه الاشارة بتكون على العبوة من برا هذا الرمز لونه اخضر اذا شفت هذا الرمز على العبوة المادة غذائية باعرف انها معاملة بالاشعاع الرقم تسع البيانات التغذوية اللي احنا منقول عنها اللي هي بتكون الحقائق التغذوية في بعض المنتجات هي اقرب ما تكون الى الدعاية اكثر ما انها يعني اشي ضروري لانه في بعض المنتجين بحطوها او بكتب القيمة التغذوية اللي موجودة في هذه المادة الغذائية بنشوفها على الشبس بنجوف بنشوفها في منتجات غذائية يعني مش اساسية فهي اقرب ما تكون الى الدعاية ينبغي ان تهدف المعلومات التغذوية لتزويد المستهلك بفكرة مناسبة عن عاصر غذائية التي يحتويها هذا الرداء ممكن اقول انا يعني مثلا نحط القيمة التغذوية على بكات الحليب ايش بيحتوي بكات الحليب عناصر غذائية ينبغي الا تحمل هذه المعلومات الا تحمل المستهلك على الاعتقاد بوجود معلومات دقيقة بالشرط يعني هي هو بيحلل هذه المادة الغذائية في مختبر مثلا وزاد الاقتصاد او في مختبر الصحة او في اي مكان خاص وبيحصل على نتيجة بيكتب هذه النتيجة على الابها من بره بشكل المعلومات او بسموها القيمة الغذائية يعني كل جمية ملة من المادة الغذائية تحتوي من هذه المادة الغذائية الخططة تحتوي على عناصر مثلا قديش فيها كالسيوم قديش فيها حليد قديش فيها فيتامينات ايضا من شروط انه بده يحط هذه البطاقة لا ينبغي وضع البطاقة الغذائية عن قصد او على الغذاء الذي يحمل هذه البطاقة من الشرط يتمتع بضرورة بميزة غذائية على غذاء اخر يعني انت كمستهلك ما تكونش غشيم انه تفكر انه يعني هذا المصنع هذا حاطت بطاقة القيمة الغذائية على منتجه يعني المصنع التالي مش حاطتها يعني منتجه سيء لأ عشان ايضا نقول لا ينبغي وضع بطاقة البيانة الدالي على العاصر الغذائية عن قصد او على ان الغذاء الذي يحمل هذه البطاقة تمتع بالصورة بالضرورة بميزة غذائية على غذاء اخر. في حال اعلان اعلان عناصر غذائية غالبا يتم على النحو التالي. خليني بس انا انا ارجيكو عن ايش بحكي. لحظة بعدين تكونوا مش عارفين. اه العناصر غذائية نشوف انا خلان. هاي هادي اه هادي عبوة شاي عبوة شاي. رحظوا هنا كاتب المنتج طريقة اعداد الشاي. اللي هي اتكلمنا عنها اقول لها طريقة التجهيز. ممكن يكتبها. وهي كاتبها هنا. وهي كاتب تاريخ الانتاج وهي تاريخ الانتهاء. بالعربي وبالانجليزي. اه بس نشوف تبعة القيمة الغذائية. هاي هذا المنتج. طيب انا احادي. نشوفها ان شاء الله في وقت تاني. هتيجي. في حال الاعلان عن القناة نصر غذائية غالبا ما يتم على نحو التأليف بيكتب بالاول فوق قيمة الطاقة قديش فيها الطاقة. وهذه الناس اللي بيعملوا روجين كتير بيهتموا فيها. بيقول انه هاي المادة تحتوي على بصر قديش كالوري في الميتة جرام او في الميتة ملة عينة. وانا ما بديش اياها عشان بتعمل لي اه سمنة. فهذا بيكتبو لهم اياها فوق. اه رقم اثنين بيكتبوا قديش فيه بروتين و قديش فيه كاربوهيدرات ودهون بالمادة الغذائية بيكتبها اذا كانت مادة صلبة بالميتة جرام اذا كانت مادة سائلة بيكتبها بالميتة ملة. يعلن بوجود الكاربوهيدرات والبروتينات وغيره. آآ آآ يمدي كلمة كاربوهيدرات ويمكن نحاقها بكلمة سكريات. المهم بالجرام. آآ طيب لو كان مدي يحكي عن الفيتامينات والمعادن بيحكي عنها بيعلن عنها بالوحدات المترية اللي هي الجرام والكيلو جرام والميكرو جرام والميلي جرام هذي وحدات مترية. او كنسبة مقوية لو كانت زي قديش بتحتوي مثلا نسبة الدهون في الحليب نسبة مقوية بقى احكي. اذا ممكن تكون وحدات مترية زي القرام والميكرو جرام والميلي جرام او كنسبة مئوية زي اه قدش فيها نسبة دهون او نسبة اه عناصر معدنية. يستخدم القيم المرجعية التالية يعني اصلا بقيها في اغراض وضع البطاقات البيانات على الاغذية مع مراعاة التوحيد القياسي. يعني مثلا لما بقول قدش المدى هادي فيها قدش فيها بروتين بقول بلجرام اه اللي هي مثلا خمسين جرام بروتين. هادي ايش تعتبر? طبعا هادي مش لاحفظ هذه الاقام بس انها حهادوه لهم ما يعني في الماذية يبعبر قدش فيها اللي هو بروتيجرام. فيتامينات كلهم حنت تعرف عليهم مع بعض. اه اه. اه كل هدوى البيتامينات رايبوفلافين نيسين بيتامية دستة حندوى فيتامية دلي nine two. هدوى الفيتامينات بيعبر عنهم. لاحظوا اش بلمايكرو جرام و اش بالميلي جرام. حسب كميته في المدردية ذا كانت كبيرة بالميلي جرام ذا كانت صغيرة بالمايكرو جرام هنا لاحظوا البروتين لأنه أكثر بيبين أكثر فبلي جرام أما الفيتامينات واحد يقول لي بالجرام الفيتامينات أكبر إشي فيها بالميلي جرام طيب العناصر المعدنية أنا ذكرت ثلاثة منهم الكالسيوم الحديد واليود لاحظوا بيعبر عنهم بالمايكرو جرام عناصر معدنية قليلة جدا إذن بعبر عن البروتين والكربوهيدرات والدهون بالقرام أو نسبة مئوية لأنها كبيرة أما الفيتامينات بالمايكرو جرام والميلي جرام العناصر معدنية كالسيوم يود وحديد بالمايكرو جرام لأنها صغيرة طيب تسمح بعض المواصفات في بعض الدول بالتنويه أن وجود عناصر غذائية معينة في المدى غذائية لا يعني أنه يقول الله مثلا هذا الغذاء مصدر غني بالكالسيوم زي الجبنة زي الحليب أو هذا الغذاء مرتفع بالألياف زي مثلا الخضار والفواكه قد يكون التنويه عن وظيفة معينة العنصر غذائي ممكن يقول أنه هذا العنصر مثلا يكتب على علبة الجبنة يساعد الكالسيوم على تقوية العظام أو يكتب يساعد بروتين مادم فيها بروتين عالي يقول يساعد بروتين على بناء الخلايا هي بيحكم معلومات تغذية نحن عارفينها بس بالنسبة للمستهلك هذه تعتبر دعاية أو يكتب هذا المنتج يحتوي على الحديد والحديد يساعد على تكوين كريات الدم الحمراء ويكتب حاجات يعني زي ما بيكتب على جبنة المسلسات دعاية لكن ممكن يعني المواصفة في بعض الدول بتقول لا ما تكتبش في بعض الدول تسمح بالتنويه تسمح عن الحقائق ان انت بتحكيها انه هذا فعلا مصدر مهم لهذا العنص الغذائي وان يكون التنويه مستند الى حقائق علمية تكتبش انت حاجات من عندك يا منتج او يا مصنع وكمان انا حططك تحت خط لا ينبغي ان يتضمن التنويه اي قول مؤداه يعني بيفهم المستهلك او بيوح الى المستهلك انه العنص الغذائي يوفر علاج او دواء او قيم المرض واحد مثلا يعتمد على انه خلاص ياخذ هذا العنص الغذائي من هذا المادة الغذائية اللي ما علن عنها طيب البند العاشر هو البيانات المتعلقة بدرجة الجودة في بعض الدول بيكتبوا المنتجين بيكتبوا درجة الجودة على منتجهم بيكتب درجة اولى درجة ثانية درجة ثالثة او درجة ممتازة نحن الحمد لله يعني بنكتب بس على اعتقد بس على زيت الزتون بكتب كاتب زيت زتون بكير زيت زتون اكسترا زيت زتون درجة اولى لكن ما فيش حد بكتب درجة ثانية العسل المواصفة بتحدد درجة ممتازة درجة اولى درجة ثانية بس ما حد بكتب لانه لما بيعملوا فحص بيطلع درجة ثانية طيب اذا تحتوي بطاقة عبوات الاغذي احيانا على بيان يتعلق درجة الجودة وهي المساعدة المستهلك على الاختيار بين الاغذية التي تختلف في الجودة المستهلك اعتبروا انه هو ما بيعرف شو مش دارس فبنكتب انه هذي درجة الجودة الف درجة الجودة باع او من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى وهكذا او فرز ثالث منتجات السورية بيكونوا كتبين اللهم صلى الله عليه وسلم وحمد درجة الجودة لا مش درجة الجودة نخب اول نخب تاني يعني حسب اللهجة هي هامة لكل من المنتجة ومستهلك والمفتش توضع لذالة احكام لتحديد مثل هذه الدرجات تساعد بيانات الجودة في عملية التسويق حيث أن المستهلك لا يستطيع التفق الانتجات الممتازة عن الرديقة بفاح السلعة وهو المستهلك اللي مش عنا اللي مش عنا هذا المستهلك لما بيقع على العبوة بيبين له درجة الجودة للعبوة او للمدغضية رقم 11 علامات الترميز او البر كود اللي اللي احنا بنتكلم يا جماعة عن البيانات الاضاحية الواجب كتابتها او التي تكتب على عبوة المدغضية من هذه البيانات الاضاحية ذكرنا حتى الآن عشرة والآن وصلنا لعلامات الترميز او ما يسمى البر كود البر كود او التشفير الخطي اللي هو نشوفه كده عشان نكون عارفين نحكيه زي هادي هادي الخطوط هادي هادي الخطوط هنا فيه كمان منتجات فيها خطوط نشوف ها يعني هادي هي المقصود هادي الخطوط هادي الخطوط اللي هنا زي كده اذا البر كود هو اللي بسموه بالعربي التشفير الخطي او الترميز اصبح مطلبا هاما في سوق تداول الساعة المختلفة في الاسواق المحلية والعالمية انت احنا في المحلية مش ضروري بس في العالمية ضروري البر كود يخدم مراقبة الانتاج والتخزين المخزن المهم جدا لا تعمدوا عليه ويعتبر بطاقة لتعريف المنتجات وسهولة متابعة المنتج كما احطها تخط ها اذا باستخدم مراقبة الانتاج وباستخدم لتعريف المنتجات وباستخدم لسهولة متابعة المنتج عند نقاط تداوله يعني باعرف وين راح انتداء من انتاجه لحتى وصوله للمستهلكة في وين طريقه يعني مثلا اليوم انتج تاني يوم انا اخدت البر كود تاني يوم وين صارت صار في المخازن عند التاجر الفلاني التالت يوم التالت يوم بتتبع فيه تتبع صار في المعرض في المول الفلاني التوزيع والبيع والمتابعة النهائية والخدمات الى ان يصل لليد المستهلك هذا بسموه تتبع المنتج مش موجود عندنا هذا لكن موجود برا يعني المنتج وين بيوصل وكأنه في يعني هذه الشريحة اللي معاه كأنه هي بتدل عليه يعني عملية التكويد صورة حضرية ترقيم البيانات على المنتج يؤدي لتطوير التجارة العالمية ومواكبة العولمة ومتطلبات منظمة التجارة باليو تي او اصبح التكويد احد مطالب اسواق الاتحاد الاوروبي وصار الزامي اعتبارا من 1 1 2005 يعني كل بلد بده يصدر لاوروبا لالاتحاد الاوروبي ملزم انه يعمل باركود لمنتجه انا في غزة لو بدي اصدر الاتحاد الاوروبي بدي اعمل باركود للمنتج هم بيعتبروه صار ضروري اتداء من 1 2005 حتى يصل تبادل معلومات الالكترونيا وما يتبعها معاقل الصفقات بنظام التجارة الالكترونية ويؤدي ايضا الفائدة التالتة الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات وبالتالي سيساعدك على التصدير طيب ايش هو البركود هنشوف هنا في صورة واضحة هذا المكينة وهذه الورقة اللاصقة اللي بتلسق على المونتجات تعريف البركود هو نظام التعريف الالي للبيانات هادي تعريف البركود نظام التعريف الالي للبيانات عن طريق عملية تشفير البيانات على شكل الخطوط البيانات بتصير مشفرة ايش عن التشفير اللي هي بالانجليزة بتسمى كود. مشفرة على شكل خطوط رأسية ثابتة الطول. ولكنها مختلفة العرض. نشوفها. وبعدين نرجع للكلام. هذا هي يا بنات. هادي الخطوط رأسية ثابتة الطول. كلها طولها واحد. ولكنها مختلفة العرض. في اشي اعرض من اشي في اشي اه اسود غامج في اشي اه اه يعني اه سمجه قليل وفي في سميك وفي رفيع. اه هدول الخطوط انو اوصلنا احنا خطوط رأسية ثابتة الطول مختلفة العرض على مسافات مختلفة. المسافات ما بينها مختلفة. ذات ارقان. نشوف المسافات. لاحظوا المسافات يا جماعة. هنا نزقين في بعض الخطوط. هنا بعاد عن بعض ما بين هدول التلت خطوط وهدول في بعد. هنا قراب من بعض. هنا ببعض عن بعض بختلف. هنا المسافة ما بين هذا الخط وهذا الخط واسعة. هنا ديقة. حدث مختلفة المسافات. هنا ديقة. هنا واسعة. طيب. قم انرضوا في عدد هم هم هاجينا بعدهم واحد ثانين ثلاثة اربعة خمسة ستة سمعة تمانية متسعة عشرة عشرة عشر 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 submitted تراتج عشر 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 عشرgary خوالة عشرار و generhov هم فوق ثلاثين صاروه. طيب ايش الارقام هذي? عندنا هنعرف. تعالي نعد الارقام. واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة داعش اثمانية تلاتة عشر ارقام. طيب نرجع الكلام. تعريف البر كود. اذا البر كود خطوط رأسية ثابتة الطول مختلفة العرض. على مسافات مختلفة ما بينها. ذات الرقام. الارقام اللي شفناها تحت اللي عندناها متى ا общى ثلاثة. هذه الارقام تعرف المنتج. هي واحد. وتنظم حركته. بعد جلب هذه البيانات اوتوماتيكيا بواسطة قارئ البر كود. تعرف المنتج. وتنظم حركته. وين راح وين صار في اي مكان. في اي مخزن في اي دلد. بعد جلب هذه البيانات اوتوماتيكيا بواسطة قارئ البر كود. يجبه فيه قارئ الى البر كود. هاي صورة القارئ. وفيه منه اشكال مختلفة. هذا ما حنشوفه بس نكمل. والذي يلتقط المعلومات. هذا القارئ. يلتقط المعلومات ويرسلها الى ما في المعلومات داخل الجهاز الحسوب. لجلب المعلومات الخاصة بالمنتج بمنتهى الدقة. نظام البر كود مصمم بطريقة مدروسة وطبقا لمواصفات قياسية دولية. الايزو اي اي سي. ستاشر الف تلاتمية وتتمانية وتمانية. اذا ما بيخربطش. لانه مصمم بطريقة مدروسة. وطبقا لمواصفات قياسية دولية. يعني اي دولة بدها تعمل بار كود بدها اه تروح على هذه المؤسسة الايزو اي اي سي كذا. اه بترمز كود ننبر لكل مؤسسة اه ولكل دولة. في لها كود معين. عشان هيك ما بصيرش خربطة. طيب ما هي معدات البر كود? بنك ارقام. اكيد بنك ارقام. هنعرف ايش يعني بنك ارقام. الارقام اللي بتكون فيها علشان ما يصيرش خربطة. يعطيني بنك ارقام. اثنين مطبعة مبرمجة او طابعة مبرمجة لانتاج الملصقات زي هذه اللي في الصورة. شوف كيف هي الطابعة وهذه الملصقات وعليها البر كود. فيلم ماستر او صورة كالتونية. اناسف صورة الكترونية داخل الطابعة. بدنا اكيد جهاز كمبيوتر وبدنا جهاز تأكد من جودة البر كود. وبدنا قارئ البر كود اللي هو سكنر. هي انواع قارئ البر كود او انواع الاسكنر هذه نوع. اه في حاجة اسمها اللي هو هذا القلم او يطق عليه العصى الساحر لانه بشبه عصى الساحر اللي تيجي في الاسموار المتحركة. واند واند ريدر. ارخص الانواع. في اه نوع تاني اسمه قارئ ذو شاشة البيان الاضافية. الاضافية. اه هاي الفتحت على الجوجل صور كتبت بار كود. طلع لي اشكال كتير من القارئ البر كود. اهي شكل هذا عامل زي كامرة الحاسوب. اهي شكل تاني. ممكن نحط القارئ بالشكل هذا. اه القارئ. القارئ هنا بصلت اه طبعا اه اه زي الليزر على البار كود. من خلالها بيستطيع القراءة. ضوءه زي الليزر. اي اشكال مختلفة للقارئ. هذا الشكل موجود كتير في المولات الان. اشكال مختلفة على قارئ البار كود. طيب ما هي مزايع البار كود يعني اكيد معظمكم راح على المول وشاف اه سرعة قراءة البيانات وتأخذ السعر وادخال البيانات على الجهاز. وانتي يعني لو دخلت المول وكان بدك تعرف سعر الحاجة على طول بتوديره اياها. بيقرأها. بيعطيك السعر. وبتسجل الاشي في الفاتورة مباشرة. اذا مزايع البار كود سرعة جلب البيانات تبلغ سرعة جلب البيانات من خمسة الى سبع مرات مقارنة بنظام ادخال المعلومات عن طريق لوحة المفتيح يدويا. يعني اسرع ما انه او الاسرع ما انه المحاسد اللي قاعد على الكانتر يطلع البيانات البر كود اسرع منه بخمس مرات. اه من ما زي البر كود ايضا دقة في التعرف على المعلومات. ما فيش خربطة زي الانسان. هادي آلة. وعندها دقة في التعرف على البيانات. اه وبالتالي يمنع اخطاء ادخال المعلومات يدويا. تكون نسبة الخطأ ضئيلة جدا حتى قاسوها. قالوا انه ادخال البيانات باستخدام لوحة المفتيح الكمبيوتر يؤدي لحضوص خطأ بمعدل مرة كل تلاتمئة لمسة لوحة المفتيح. بينما في حالة الشفرة الخطية يكون الخطأ فيها واحد لكل تلاتة مليون. شوف سبحان الله علم الانسان ما لم يعلم. فهو في دقة في جلب البيانات. سرعة في جلب البيانات. وفي دقة في التعرف على البيانات. او على المعلومات. ثالثا نحن في مزايا البر كود. ثالثا خفض التكاليف. لانه البر كود مدامه سريع ودقيق. معناته حيوفر علي محاسب. وحيوفر علي وقت من اللي بيشتغلوه العمال. وبالتالي بيشهل اكتر مع الزباين. اربعة. يساعد على ميكنت نقاط البيع ومنافذ التوزيع. ما يصيش غش من البيعين عندي. انا لما اكون صاحب مول. وعندي البر كود هذا. بكشف لو احد البائعين يعني اراد اختلاص اشي. او عمليات البيع والدفع. اه رقابة الاكترونية. خطوط الانتاج. تداول الموضع الخامسة. متابعة المنتج. حتى اه كمان في بعطينا سهولة في متابعة المنتج. والله بقول اه صاحب المول من خلاله بيعرف قديش عنده افضاعة. اه يجيب افضاعي يجدد. ولا لسه في عنده افضاعة كثير في المخزن. من تلتلة لسه ما نبعت اش. اه. في بصير سهولة في متابعة المنتج. كمان بيقدر يعرف اه يعني هذي برمجة اضافية. قديش في عنده افضاعة قرب ينتهي صلاحيتها. علشان هو بصير بعمل لها عروض بعد كده. اه رقابة الاكترونية لخطوط الانتاج. وبعدين ضبط حركة المخزون. لو هادا بتكلمت فيه. اه انه يخفض حجم المخزون وقلل نسبة لهالك الناتج عن انه بيعرف اقرب انتهاء الصراحية. هذا البرنامج ممتاز جدا جماعة بيعرف صاحب المول قديش عنده افضاعة المخزن. اه حتى لو كمان قربت تنتي علشان يعمل حسابه يجيب. يجد. السرعة في التعرف على المنتجات وانهاء الطلبيات في لحظة. تلافي ازدواجيات وتضارب الطلبيات ممتازة هذه النقطة. انه اه في بعض المؤسسات بتطلب من هذا المول اه اكتر من شغلة. يعني اكتر من مؤسسات بتطلب من اه من المول او من السوبر ماركت. فخلص هذه اللي بضعها اه المؤسسة فبصير تضارب في الطلبيات. يستخدم رقم واحد منفرد لكل سرعة. اه سابعا هم انتكلمها مزايا البار كود. يوفر الامان المعلوماتي. يسهل عملية التبادل من خلال معايير التبادل الالكترونية. بدأ بنحكي لالتجارة العالمية. يسهل ويطور ويحسن اتصالات بين الشركات وبين المقر الرئيسي للشركة وفروحها. يمكن استخدامه لتوافق وتناسب العبوات المختلفة. التمييز بين عبوة مستهلك او عبوة نصف جملة او عبوة جملة. يعني كيف ما هو في بعض اله هذا المول نحن نتكلم على الشيء اغذية يعني حنظلنا نحكي عن المول يعني. لانه هو اللي بيستخدم البر كود اكتر من غيره. اكتر من المحمل يعني البكان. فهو في اشي بيجيله عبوات جملة. في عبوات اه نصف جملة. في عبوات اه قطاعي للمستهلك. اه طب هو البر كود بيميز بيميز هذه العبوة اللي طلعت من المحل انهي فيهم. وكمان في عملية ادخال البيانات بيميز هذه العبوة اللي دخلت انهي فيهم. تشجيع التصدير من خلال وجود وسيلة لتبادل البيانات المتفق عليها عالميا. اكيد لانه بيصير يعني شفرة متعارف عليها في كل دول العالم. هذه يا جماعة اللي عند رقم تسعة. رقم تسعة يمكن اللي يختلطوا في في هذا العمل واللي بيتمرسوا مع هذا العمل بيكون فهمين هذا الكلام. طيب نظام نحكي عن كيف اه شوف هذا رقم 11. تحسين النواحي الادارية يؤدي الى اتخاذ الطرار بطريقة ادق. كما انه اسرع طريقة من حصول على المعلومات. ومعرفة ان عائلة تفضلها المستهلك. ويؤدي ايضا لمعرفة الموقع المناسب لوضع السلعة المختلفة وطريقة الاعلان عنها. هذا يعني بتكلم عن تسويق. انه في الفضاعة الفلانية بتنباع باكتر من الفضاعة العلنية. الفضاعة مع انها متنتين يعني نفس البضائع الا انه في اشي بينباع اكتر من اشي تاني. فهنا من الناحية الادارية من خلال البر كود. بعرف كيف يسويق لمنتجين. نحكي عن البر كود ما زلنا. اه هناك اكتر من طريقة لكتابة البر كود. الطريقة الاولى. خلينا هذه ان شاء الله ناخدها في التسجيل التالي. لا لسه معنا وليت. لسه معنا وليت. في اكتر من طريقة لكتابة البر كود. في الطريقة الشهيرة اللي هي النظام الاوروبي. وهذه هتكون معنا حفظ نظام التشفير الخطي. اولا النظام الاوروبي. اي اي ان تلاتة عشر. اي اي ايروب. والاا اه اه لا تنبишь فاكر سيبع ايش? طيب. اه هذا هي. ايروبيان ارتكل مائر. هده هي. الـ EAN ايروبيان ارتكل مائر. و13 يعني انه بتكون من 13 رقم. هدول لو هدناهم 13 رقم. اذا النظام الاوروبي هو الاكثر شيوعا. يتم استخدامه في الدول الأوروبية وكثير من الدول العالم وهو المتبع في مصر وفي الدول العربية ويمكن توضيح بنوده كما يلي المقسمة التلات عشر رقام حنلاقيها مقسمة في أربع مجموعات هاي هذا أول تلات أرقام على الإشمال تسمى العلم الخمسة والصفر والصفر الخمسمية هدول أول تلات أرقام على الإشمال الشرط يكونوا خمسة في كل البر كود لا بيختلف البر كود من منتج لآخر بس إذا يعني هذي مثال هذي الصورة هذي مثال على البر كود هذي نتعلم كيف نقرأه الأرقام هذي ممكن تختلف والخطوط هذي والتلاسقها بضيقة وواسعة بتختلف من منتج لآخر لكن هذا مثال يعني إحنا جدناه من أحد المنتجات أول تلات أرقام على الإشمال تسمى العلم فلاق وهي تعبر عن كود البلد مثلا مصر كودها ستمية واثنين وعشرين بريطانيا كودها خمسمية يعني هذا المنتج هذا إنتاج مصر ولا بريطانيا هذا إنتاج بريطانيا أول تلات أرقام على الإشمال خمسمية الأربع أرقام التالية تمثل كود السلعة اللي هي واحد ستة اتنين سبعة خمسة هذول كود السلعة يعني المصنع له أكثر من كود للسلعة تبعته والمنتجات تبعته هذا السلعة رقمها ستة عشر ألف ومتين وخمسة وسبعين يعني في سلعة ممكن تكون رقمها أكثر من هيك وأقل من هيك في نفس بنتج هذا المصنع الرقم الأخير آخر رقم يعبر عن كود المراجعة شك كود اللي هو الأربع هذي بتعبر عن كود المراجعة كمان مرة بنبيها جماعة أن هذا الأرقام تختلف المنتج لآخر بس هذا مثال إذن على المثال تبعنا نقسم الأرقام هذي الخمسمية هذي الكود تبعت بريطانيا الكود الخاص بالمصنع صفر مئة وسبعة وعشرين هذا كود خاص بالمصنع الرقم المتسلسل ستعشر ألف ومتين وخمسة وسبعين بالنسبة لهذا المصنع الرقم المتسلسل طلع منتجه هو بسكوت بالبلح يعني ممكن يكون ستعشر ألف ومتين وستة وسبعين بسكوت إيش الثاني ستعشر ألف ومتين واربعة وسبعين منتج آخر طيب آخر رقم اللي هو الأربع قلنا رقم براجعة نبدأ نشرح بهم واحد واحد ألف كود البلد country code هي أرقام اللي هم الخمسمية هذه هي أرقام لكل بلد تم تخصيصها طبقا لاتفاقية دولية منظر الجدول نشوف الجدول لكل بلد في كود من ثلاث أرقام مكون من ثلاث أرقام يعني في بريطانيا خمسمية هاي الكود الأمريكا وكندا من من صفر صفر إلى تسعة عشر ها أمريكا هذي ها مش طرف أرقام الاستعمالات المحلية في أمريكا من عشرين لتسعة وعشرين يعني لو لقينا المنتج اللي عليه البار كود اللي بيبدو الأرقام بتبدأ من الشمال إذا كانت من عشرين لغاية تسعة وعشرين هذي بيكون للاستعمال يعني في أمريكا بس بداخل أمريكا من صفر إلى من صفرين إلى تسعة عشر أرقام صفرين صفر واحد صفر اثنين صفر ثلاثة صفر أربع لغاية تسعة عشر هذولا بيكون المنتج إما أمريكا أو كندا فرنس هالكتب مقاطعة لشان المنتجات الفرنسية لأنهم يعني بيعادوا الإسلام والمسلمين الكود من تلاتمية لغاية تلاتمية وتسعة وسبعين يعني حاضر لديك تقاطع المنتجات الفرنسية تمسك المنتج وبتطلع على البر كود تبعته لو لقيت التلات أرقام اللي تبدأ من الشمال لو بدينا من الشمال التلات أرقام نقرأهم زي ما هنا قرأنا هذه خمسمية من راحة فرنسا من تلاتمية لتلاتمية وتسعة وسبعين أنا عن نفسي هاحفظها برقم كويس يعني إذا كانت تلات أرقام من تلاتمية لغاية تلاتمية يعني في تلاتمية واحد تلاتمية واثنين أو بدأ بتلاتمية وتلاتة تلاتمية وأربعة لغاية التلاتمية وتسعة وسبعين كل هادي بتكون فرنسا منتاج منتاج فرنسا شوف يعني المنتجات هم كبيرة كتيرة جدا طيب بلغاريا بتبدأ بالتلات أقام تلاتمية وتمانين سلوفينيا تلاتمية وتلاتة وتمانين كرواتيا البوسنا نشوف الدول العربية نشوف مثلا هاي هاي المنتج تبعنا اللي معنا في المثال بريطانيا عندهم الأكواد من خمسمية لعندن خمسمية وتسعة عشر اللبنان خمسمية وتمانية وعشرين والآ نشوف الدول العربية هاي مثلا البحرين ستمية وتمانية المغرب الجزائر تونس سوريا ستمية واحد وعشرين مصر ستمية وثمين وعشرين الآن بعد ما تنتج هذه المحاضرة أي منتج بتشوفي عليه باركود بتروح بتقرأ من خلال أول ثلاث أرقام وتعرف إنتاج وين تتأكد أن بلد الإنتاج مكتوب على الليبل لو لقيت المنتج عليه الثلاث أرقام وتفض من 625 بعرف إنه منتج في الأردن لو لقيته 622 بعرف إنه في مصر هذول لا الحكاظ وفار نسا كمان لعلى الحكاظ وهي أمريكا مستخدم أحنا في آآ المنتج المصري والأردن كثير موجودين عنا والسعودي ستمية وتمانية وعشرين الإمارات ستمية وتسعة وعشرين إسرائيل سبعمية وتسعة وشرين تركي تمانية وتسعة وستين يعني أرجو منكم المنتجات الموجودة بين إيديكم تقدروا تعرفوا منتجة في أي بلد من خلال الأقطام هذي نرجع للشرح تابعنا إذن اللي عليه خط هو المطلوب الحفزة وين احنا كنا طيب آآ احنا أيوا في المثال هذا الف كود البلد كونتري كود هي أرقام لكل بلد تم تخصيصة نقل التفقية دولية كود المصنع لهم يتكلم عندنا في المثال هذا 027 يمكن لكل مصنع أن يحصل على أربع أرقام خاصة به في كل دولة كل مصنع من مصانعها مع أربع أرقام أربع أرقام خاصة في المصنع يعني إيش أربع أرقام يعني يرقم هو حر يرقم منتجاته في هالأربع أرقام يعني أربع خنات يعني الأربع خنات يعني لو كان عنده التسعمية وتسعة وتسعين منتج بتكفي هذه الأربع أرقام ممكن يسمي يرمز الكود مثلا صفرين واحد وصفرين اثنين وصفرين ثلاثة وصفرين أربعة وخمسة ستة لا الألف وواحد ألف واثنين ألف وثلاثة لعند التسعة تلاث تسعة تلاث هاي أربع أرقام تسعة تلاف تسعة تلاف وأكتر من كده كمان يرقم زي ما بده معاه أربع أرقام هذا المصنع الدول هي الدول المعروفة ما بتزيد الدول العالم ما بتزيد يعني عددها يقول مثلا مئة وتمانين دولة فيعني ثلاث أرقام بتكفيها ثلاث أرقام يعني يقول مثلا مصر رقمها الكود مامبار 622 من أردن 625 ثلاث أرقام بتكفيه المصنع معاه أربع أرقام توجد شركات في كل دولة يمكن التسجيل فيها طبعا ما نجيب هذا الرقم يعني هو كل واحد بحطه على كيفه لا هو فيه شركات موجودة في كل دول العالم أو على الأقل في عدة دول من العالم بيسموها دول الإقليمية فإحنا في فلسطين لا حتى الآن ما حصلناش على الكود الدولي هذا توجد شركات في كل دولة يمكن التسجيل فيها طب لو إحنا حصلنا على هذا الكود بتصير الشركات والمصانع في داخل البلد تقدم طلب والشركة هذه بتعطيها الكود تبعها بتعطيها الكود تبعها وبتقولها هاي كودك من الأرقام هذه هذا بسموه بنك أرقام فكل دولة المفروض أنه عندها بنك أرقام يمكن التسجيل فيها وفصول على الكود الخاص بالمصنع أول إشي وبعدين المصنع بيصير هو يعطي كود منبر لكل منتج من منتجاته مثلا في مصر في حاجة اسمها الجمعية المصرية لتنمية البركود بالتعريف الآلي هي بتعطي المصانع البركود طيب جيم كود السلعة احنا قلنا هذا البلد وهذا الكود الخاص بالمصنع وهذا الآن الرقم ثلاثة الكود الخاص بالسلعة وبتكلم عن جيم ملقيتها كود السلعة ماله يقوم كل مصنع بوضع هذه الخمس أرقام للسلعة هذا اتكلمنا فيه هذا الكلام بالطريقة التي يقررها لتمييز منتجاته وهو حور اخر شيك كود المراجعة شيك كود ورقم مبني على اساس حسابات رياضية مهاش علاقة لا في مصنع ولا في بلد المنشأ ولا في حاجة خب هايش انا حسابات رياضية حسابات انا لقيت الارقام هذي في الكود هاعمل حسبة هشوف هذا الكود صح ولا لا بس حسابات رياضية تجرى على الاثمعشر رقم السابقين له ويوضع هذا الرقم في آخر الشفرة الخطية هذا هو رقم المراجعة اسمه انه هو الاربعة في المثال هذا ايو اربعة هذا آخر رقم هنا يكون هو اسمه كود المراجعة ايش يعني كود المراجعة كم المرة رقم مبني على الاساس حسابات رياضية تجرى على الاثمعشر رقم اللي قبله ويوضع هذا الرقم في آخر الشفرة الخطية ايش يعني قال عندما يقوم قرأ الشفرة اللي هو القرأ البركوود عندما يقوم بفك الشفرة او تكتب الارقام على لوحة المفتيح فان الكميوتر بعيد حسابات لاثمعشر رقم هذا الكميوتر هو بحسبهم لكن انا نتعلم كيف بنحزن الحساب بعيد حسابات لاثمعشر رقم ويجب ان يكون النتيجة هي نفس الرقم المكتوب في الآخر اللي هو كود المراجعة اذا ما كانش الرقم اللي طلع مع بعد الحسابات هو نفس الرقم اللي مكتوب في الآخر بيعتبر انه هذا الكود خاطئ اذا كان الرقم صحيح بيعتبر انه هذا الكود صحيح اذا لم تكن النتيجة كذلك فان هذا معناه ان الشفرة لم تدخل بطريقة صحيحة الشفرة لم تدخل بطريقة صحيحة ويجب اعادة ادخال الكود هذا اذا ما كانش الرقم الكود المراجعة اشتركوا في القناة